على مقربة من وادي نيلل أحد أبرز وديان منطقة العقيلات في طواحي مقاطعة مال تقع قرية برموس مطلة بمساكنها العتيقة على سدها التاريخي الذي يشكل شريان الحياة في هذه الناحية من ولاية البركنا يتربع السد الذي أنشئ مطلع ثمانينات القرن الماضي على مساحة تمتد نحو ثلاثة كيلومترات وقد شهد عبر تاريخه الممتد لعقود عمليات تأهيل وترميم متعددة جاءت عقب خسائر كبيرة لحقت به بفعل الظروف المناخية هذا المشروع الذي هو أكبر مشروع هنا مرقب غليق مال هو أكبر مشروع هنا بالنسبة لمقاطعة مال وفيه ياسم الخير المسلمين عايش فيه ياسم القراءة عند مبرمص البوكسيس الأحجارات السدرق الودي ياسم والصد والشكام اللي استفاد منه الحمد لله استفادت منه الناس في الفترة له ما شاء الله انتفعت منه كامل وفاصلة فيه والعيمان اللي فيه خسارة وكان يا الله يعرفت وعد لا يقليك خاسر للخسارة الذهية اللي جاءت وباط في حاله نحن ما نبقوه ويقير ما عندنا فيه شيء محسين به هندروا الجهات المعنية به اتعاون وتساعدنا في قليقنا هذا اللي عايشين فيه عايش فيه ياسر من الخلق الحمد لله ومتمونك فيه ورعي السنة اللي كلها ما يعرف ذالله عد ظلت المساحات الزراعية الموجودة خلف السد مصدر عيش لعشرات الأسر من قرية برموس والقرى المحاذية لها نظرا لما تنتجه من مزروعات وحبوب تقليدية تقدر بالأطنان لكن الأضرار التي شهدتها أجزاء كبيرة من السد خلال الأيام الماضية ستؤثر بشكل كبير في النشاط الزراعي هذه السنة حسب ما يقولون عدلوا فيه تماتا ولبصة وبمداتا جميع الخضروات عدلوهم فيها ونعدلوا هون الزراء ومكة ونصدروه لكيهيدي ونصدروه للي ونبيعوه للناس اللي هون المجاورة جينا هون تسقي حيوانها سد من شاء الله يمتد إلى مساحة صالحة للزراعة بشكالها كاملة وعيش ياسر من المواطنين هون اللي لين ما يعدلوا هون يعود إبعا للدولة ولي وما عنده منشي ما هو هاي الحبوب اللي كان يحصد من هذا السد له وبالإضافة إلى قرية برموس تعتمد أيضا على مياه هذا السد بشكل مباشر قرى والبوكسيس وصده ولديه فضلا عن عشرات القرى في منطقة العقيلات غمرته المياه مرات متتالية بفعل غزارة الأمطار خلال السنوات الأخيرة لكنه بقي صامدا في وجعاتيات الزمن إلى أن جرفته السيول هذه السنة إنه سد برموس التاريخي الذي أسهم طوال العقود الماضية في تثبيت السكان وبعث الحياة في هذه المنطقة التي تقدر ساكنتها بالألاف عبد الودود السدنة الموليتانية من قرية برموس ضواحي مقاطعة مال ترجمة نانسي قنقر